تحية طيبا لكم مشاهدي الكرام أهلا وسلام بكم وحلقة جديدة من برنامج حوار سبورت حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن رياضة من رياضات السرعة بدأت تأخذ صداها ومداها في الشارع الرياضي العراقي وجعلت منها شباب مادة دسمة للاهتمام بها ومتابعة ما يدور حول بلدنا على المستوى الاقليمي وعلى المستوى القاري وكذلك حتى على المستوى العالمي حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان أفق رياضة الدراجات في العراق سنحاور في هذه الحلقة الأستاذ رائد البياتي أمين عام لجنة اتحاد الدراجات أهلا وسلام بكم سلام وأيضا سيكون معنا أحد دراجي منتخباتنا الوطنية الكابتن سامي هاشم أهلا وسلام بكم كابتن أهلا وسلام بكم المشاهد يا كرام طبعا هذه الرياضة أخذت تتسارع بوتيرة كبيرة جدا الاهتمام بها خصوصا مع السوق المفتوح بالنسبة لموضوعة دخول الدراجات لكن هناك بعض المؤاخذ عند الأخ رائد البياتي الأمين العام وأيضا عد دراجي منتخباتنا الوطنية راح نتحدث عنها في حلقتنا لهذا اليوم أستاذ رائد دعيني أبدأ معك قبل فترة كنت ضيف عندنا وتحدثنا عن رياضة الدراجات والشروع بالتفكير بإيجاد ثقافة مرادفة لوجود تلك الرياضة وكان من أهم المواضيع التي تحدثنا عليها على ما أعتقد موضوعة التعاون مع مديرية المرور العامة صحيح نحن بداية نشكر قناة الرشيد الفضائية اللي دعنا صباقة في تقاريرها يعني نتواصلين ويا أنا حتى في تقاريركم دائما عن المنتخبات الدراجات الوطنية في العراق وهي دا تساعدني بنشر ثقافة الدراجات نحن غايتنا نلتزم بقانون الاتحاد الدولي ونلتزم بقانون النجرة لهم في الوطنية العراقية أنه أسس ثقافة رياضية من أجل انشاء رياضي بطل يرفع العلم العراقية لأن الشخص الرياضي من يرفع العلم العراقية سيكون تحت طائلة أصبت اللجنة الأولمبية الدولية العراقية فهي بدأتها عملية زرع ثقافة ثم زرع الرياضي نحن الحمد لله نشكر من ناحية العملية النجرة أولمبية عملنا مفتوح وواسع جدا والأخوان مشكورين جدا من رئاسة النجرة أولمبية ولجنة الخبراء أيضا في النجرة أولمبية دعمين ويانا بثقافتهم ولكن حاليا دخلنا مرحلة ثانية هي مرحلة التدخل مع مديرية المرور العامة التقينا مع سيد مدير المرور العامة سيد اللواء عامر وأيضا مع سيد عميد عمار في معرض بغداد الدولي وكانت عندنا متابعة معهم في الدورة الأخيرة في الدورة 43 ونحن نشكر سيد مدير العام معارض بغداد دولي سيد هاشم السوداني أنه وفرنا جناحين قاعة خاصة للااتحاد سيد رائدو أنت تحدث هذا اللقاء اللي كان مع سيد مدير المرور العامة تحدثت بي على مواضيع كثيرة نحن تحدثنا في الحلقة اللي مضت قبل شهر أو أكثر أو شهرين تحدثنا عن موضوعة الإجازة وكيف نزرع ثقافة أنه الدراجة جب أن يحمل إجازة السوق لكن هناك كان عندكم كلام آخر تحدثنا به قبل أن ندخل بالكواليس نحن تحدثنا في ناحية الطابعة الحديثة اللي إن شاء الله ستكون حاضرة في المرحلة القادمة من قبل مديرية المرور العامة هذه الطابعة الشرحنا عليها في الجناح الياباني وصارت مشاهدة من قبلنا وقبل سيد المدير العام أنه نحن نجلب هذه الطابعة صار نظام باجات خاصة من قبل الاتحاد للدراجين العراقين وأيضاً سيصير الأكتب مع مديرية المرور العامة أي دراج اللي تتابع المنتخب الوطني يكون مديرية المرور العامة عندها سي بي خاصة عن هذا الدراج أداة نوع الدراجة فئته النظامات كله وواصفاتك كاملة ونظام هذا الباج على الأساس أنه يكون مستقبلاً أنه يكون نفس نظام إجازة السوق غايتنا أنه هذه الباجات حالياً نظام إجازة قيادة الدراجة أو السيارة هي صورة غير ملونة ولكن هذه الباجات نظامها ملون وفي حالة أنه كان مفارز الدوريات المرور أو المفارز العمليات الأخرى بالدولة قاف هذا الشخص عن طريق المواقع الإلكتروني الأبل ستور والأوندرايت في حالة تأكد من هذا الباج رأساً يطيق معلومات هذا الباج مزور أو غير مزور معلومات كاملة في الثانية رأساً وكل المواقع وهي طبعاً أيضاً وهي عملية حفاظ على عليكم أنتم كلاعبين منتخب أستاذ سامي يعني كابتن سامي العفو أنتم كلاعبين منتخب يكون لكم شيء يميزكم عن بقية الدراجين ربما أحترامنا بكل دراجين لكن أنت وصلتوا إلى مرحلة تمثيل البلد كيف تنظر لموضوعة هذا الكرت سيضيب شيء لكم كل شيء جميل وراقي يعني إذا صارت باجات عندنا ونقدر نتصرف بيهم نبدأ ننطلع ننشي طبعاً لنا مظلومين مظلومة العراق ثابتة حالياً قمنا نطلع وننشي ونذهب إلى العمارات وشاركنا أخوتنا الأشقاء العرب والحمد لله وشكر قدمنا إنجاز كل شيء جميل وراقي وبالأخص بالنسبة للباج إذا استرامنا الباجات الباجات ستصبح شيء جميل أنت مميز راح تصير بهذا الدراجين والأكس ستصبح سحب للدراجين للمنتخب الوطني وستكوننا حافظ منافسة حتى يكون معدد أكبر من اللعبية الأكبر من المتخبات احنا حالياً نعصد رائع عندنا كتب خاصة نزودنا الدراجات التي تابعين للمنتخب الوطني بحيث سابقاً كنا نلاحظ الدراج من يشوف المفارز الأنمية يبتعد عنها يتجنبها حالياً قامواه الدراج التابع للمنتخب الوطني يعني يروح للمفرزة الأبنية ويمرتد الخوضة ويطيل كافة المستمسكات اللي يحاملها هي زرع ثقافة يعني حتى الدراجين من يحتوي المستقبل هذه أكثر من رياضة هي أكثر من رياضة إحنا غايتنا نزرع ثقافة يعني أنا حتى تصارت بمكتب وزيرة الصحة قبل اليومين أنه إن شاء الله رح يكون عندنا بردكول تعاون مع وزارة الصحة في موضوع المرض السلطان وموضوع ضد التدخين يعني عندنا هواي فعاليات اللي هندخل بيها يعني الدراج هذ حالياً يشيل شعارات يعني الباحة أحد الدول الأسوية يمسوين مهرجان ماراثون العامل النظافة يعني مواطنين قابسين تيشيرتات دعماً للعامل النظافة فعني ليش ما أسوي عندي دراج والدليل إذا كانت تابع الدول الخليجي العربي إنه كل فترة أدوم مهرجانات يعني أنت تتصور أحد الأطفال في دول الخليجي العربي معوق بعوق التموا كل الدول العربية وشاركوا دعم لهذا الطفل المعور وهي رسالة للرياضة دائماً لأن عندك أنت معوقين أيضاً يقودون دراجات نعم نحن ليش ما نساعد في هاي العمليين نحن غايتنا إزرع الثقافة تحصد اللاعب وتكون الثقافة دائماً مرادف للرياضة في ذات الوقت حتى يكون عندنا أيضاً هو رياضي ناجح وإنسان بمعنى الكلمة يحمل من الإنسانية نعم أستاذ رائد يعني تحدثنا في الحلقات الماضية اللي مضت أنه عن زراعة الثقافة والآن أيدنا هذا الكلام وتعاونكم مع مديرية المرور العامة في وقتها تحدثتني عن موضوع يعني ردت أتكلم به في قريب نهاية الحلقة لكن حقيقة هو مهم جداً تحدثنا عن حلم هذا الحلم أصبح قريب من التحقيق أصبح قريب المنال كما يقال حلبة بغداد دائماً ما نسأل ليش الدراجين العراقيين ما عندهم مكان مخصص إليهم أسوة بباقي البلدان المجاورة مريد نضرب أمثلة بأوروبا وببقية العالم على الاعتبار حققين خطوات متقدمة جداً بهذا الموضوع شوف أستاذ العزيز نحن نشأة الاتحاد اللجنة الاتحاد دراجعة الرياضية تأسست يوم 17-22-2016 يعني صارنا سنة الحمد لله شكراً خلال هاي السنة يعني قطعنا شواط كل ش بعيدة صدرت عندنا موافقة قدمنا المكتب المحافظ ومكتب مجلس المحافظ وسيد أمينة بغداد ذكرها علوش على إقامة حلبة بغداد للتدريب اللي هي تبلغ مساحة 40 دونال طنة موافقة المبدئية الموافقة المبدئية صارت عندنا كتوبة الحمد لله شكراً تماماً نحن في الحلقة اللي مضت تتحدثنا عن موافقات مبدئية فقط لا 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 الحمد لله كتوب وحالياً قدمنا على حلبة بغداد الدولية اللي هي تشمل بها فندق مول مدرج خاص مهضة للطائرة لأن أغلب الفرق الدول العالم واختارينا المكان أنه مكان يكون استراتيجي كل شك يعني هو مداخل العاصمة أطراف العاصمة بس مطقة استراتيجية قريبة على الخطوط السريعة يعني بحيث إذا تنطلق مننا إلى الحلبة توصل حدود خلال نصف ساعة تتوصلت إلى الحلبة قريب على مجمع سكني حديث جداً عملاق مدعوم من قبل الدولة رفعنا التقارير حالياً كانت من جهة بسمائة أقصد؟ نحن ما نقول للموقع حالياً لأننا غايتنا لأننا تتدري إذا قلنا في لبو أبو غريب أو مثلاً في الدورة أو مثلاً في أي مكان رح يصير استغلال من قبل بعض التجار ورفع أسعار الأراضي وشيء هذا لأن الموقع سيصير استثماري جداً عملاق هو غايته ليس فقط استثماري غايته أنه نغير بواقع البلد يعني أسوة بالبلدان العالم العراق حالياً لماذا لا نفتح عليه الحضر الرياضي؟ بسبب الملاعب لدينا تلك في الملاعب صح لدينا ملعب حلو بس الخلف الملعب هل هو مطالق المواصفات؟ نعم هذا موضوع مهم جداً صح لأننا نحسب المواصفات قبل الإنشاء أنا أحس بأنها رياضتي ليس فقط ستحتظن أنه رياضة الدراجات ستحتظن بها رياضات أخرى مثلاً أنا عندي 400 دونم هي حلبة الدولية لازم يكون مليون متر مربع طيب أوكي فيها من سيصير عندي موض لازم يعمل الموض من سيصير عندي الساحات الخاصة سيستغل عندك فرق الطائرات المسيارة أحتظنهم يجي الدرب عندي أقدر أسوي بها خاصة الساحات للقوس والسهم طيب أحتظنهم من اللعبة ما أنا تمدين مساحة عندي عملاقة صح لأولا فأحتظن كومي الألعاب وهي استثمارية يعني إحنا رياضتنا مو استهلاكية صح هي استهلاك محركات بس هي إدخال موروط عالمي يعني أعلنت حالياً إتحاد القطر أعلن إيرادات وصل 93 مليون دولار 93 مليون دولار إلى هذا السنة عدو محلب عالمية لو سيل كما يعني أوكي يعني أخصر مثلا 30 مليون أو 40 مليون هذا يعودنا إلى موضوع الثقافة العامة من ضمن الأمور اللي أنهض بها بمجتمع يعاني مثل معانا مجتمعنا من حروب من انتكاسات موضوع النهوض بالرياضة بكل مباصلها ومنها رياضات السرعة موضوع مهم جداً هو يساهم في النقلة النوعية من المجتمع يعني عود على العسكرة إذا جاز التعبير إلى مجتمع مدني مدني وفكر بالحياة بصورة جميلة سالة عزيزيزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أنا أعتبره لا نطلق الترقيم كل كافة تنوع دراجات أول شيء رحقض على إرهاب أثنين رحقض على عملية سرق الدراجات الدين نلاحظة بالشوارع دصم ثلاثة لو فرضنا في العاصمة العراقية بغداد خمسمائة ألف دراجة إذا أخذنا مبلغ مئة دولار لكل دراجة ترقيمها خمسمائة ألف دولار خمسمائة ألف دراجة صارت عندها خمسة مليون دولار تيجي تضرب الخمسة مليون دولار في مئة وعشرين يطلع لك مبلغ قوي فأنا سحبت إرادات سحبت إرادات أول شيء سأستفاد الحقيق أستاذي كل بلدان العالم من تريد تنشأ فتشي لازم تحسن متى يصير نعم هذا الكلام يشمل كل الدراجات أحنا نحاول إنهم كل الدراجات أحنا نحاول جميع خصوصا الدراجات لذات السرعة القليلة التي تستخدم في المناطق المغلقة أو شبه مغلقة تقريبا أستاذي أنت إذا تريد تسوي وضعية الأميخ محلة قادمة في العراق إذا أن تسحب من مرحلة الرياضة مرحلة القادمة في العراق مرحلة استخباراتية ما بعد تحرير المناطق مرحلة استخباراتية فإحنا نتشجون فعل نظام الاستخبارات إذا أنا ما عندي ترقيم للدراجات إذا ما عندي سيلي معلومات كاملة عليك أو سيطرة شبه تامة على عدد الدراجات أنا حسب ما أنه أكو عراء الطينة بها أنه الدولة ما بعد تزويد الأرقام أنه تصدر قانون إجباري ارتداء الخوذة لأنني إن شاء الله بعد الأيام القادمة عندنا وثيقة رح نوقع عليها صراحة موضوعة الخوذة أنا أخذ عليها وقت أكثر لكن بما أنت تطرق تخنيح به الآن موضوع الخوذة بدأت أن أشوفها بالشارع يمكن مع برودة الجو شوية الناس أيضا التجهد للخوذة لكن قبل أن يبرد الجو شاهدت أعداد ليست بالقليلة بدأت تمتلك هذه الثقافة يرتدي خوذة عندما يقود الدراجة وهذا كله يأتي من التوعية نحن نحتاج لأن نوعي يعني مثلا كابتن سامي هو لاعب منتخذ فأكيد يعرف هو دراج قديم ويعرف يعرف مدى أهمية الخوذة بالنسبة إلا عنده يكون عمد دراجة وأنت معرض في الطريق لأمور كثيرة فبالتالي هو عنده الثقافة أنا أريد شلون نرفع من مستوى هذه الثقافة حتى أخلي أكبر عدد ممكن يرتدي خوذة لمن يطلع يسوق الدراجة كابتن كل عمل إذا تريد تعمل به فرض القانون صحنا مرات نقول القانون على الفقير بس مرات لا القانون يجبرك أنه تنجح في بلدك مردان عالم تطورت بسبب القانون أنا دعوت جزو ودد كل دراجة يقودها المواطن أرقام وبعدين فرضت عليه كل دراجة يقودها لازم عندك إجازة السوق للدراجة وليس إجازة السوق للسيارة نعم وهذا اللبس اللي يعني الحقيقة اللبس اللي موجود حاليا عند الكثير من يقودون دراجات فأنت من ترتدي الخوذة وعندك إجازة السوق تكون مسالم صح لو لا في حالة عدم ارتداء الخوذة وعدم حيازة إجازة القود للدراجات من حق الدولة تصادر الدراجة صادرة وتعلينها على المزاد وتنباع إرادات للدولة ثانية يعني خليه جهز أنا بهذا القانون راح أنت تضطرت البسخودة أنا يضطر البسخودة ثاني شي راح يوصل مرحلة المجتمع بعد سنة أو سنتين ترى أغلب الموظفين راح شي يسون يبيعون سيارات ويشترون دراجات لأن أنت يصير عندك الدراجة ما تكفي ثقة حاليا دراجة ما بيثقة يعني أسأنت خليه دراجتك ونسرق وإذا نحن خليه بنظر الاعتبار شوارع بغداد بدأت تكتف بأعداد السيارات الكثيرة والدراجة ذات حل مشاكل فلذلك نحن نركز على موضوع زرع الثقافة هذا اللي نبحث عنه حتى تكون الدراجة آمنة دائما من قود الدراجة هو آمن الآن أنا من أتحدث عن لعبين منتخب وطني هم هم آمنين نفسهم على الاعتبار ما يملكون من خبرة وما يعني وإن يكون مستمسكات أنه بحد يمشي وإن يقود الدراجة ما كيف في نقود الدراجة بأرياحية تامة لأن هذا يعني هو الشيء دعني نقول عمل الحالي أو رياضة الحالية المفضلة هي رياضة الموجودة هي رياضة بس هو مثل ما قلت لك يعني نحن بتقدر تفرض شيء إذا ما يصبح عندك قانون قوي فأني أوفر أو أقصدر الغطاء القانوني أوكي أنا يصر أدخل الطفل صف سادس ابتدائي قبل أدخل صف هو الابتدائي لا طبعا أكيد أنا زود الرقم أقطع عليه الحجة يعني أسأغلب الشباب أنا ألتقوا إياهم مثلا يقولوا المرور تحاسبني المرور تحجز دراجة إياه مستفالة 30 ألف ده تأخذ من عندنا وتأخذ من عندنا أوكي ماكوشكال طيب أنا أسأل باب المرور يعني مديري المرور عامر الرجل يعني اللواء عامر والباقي المنتسبين الضباط في المديريات المرور إنه تكلمنا وإن شاء الله ما بعد انتهاء مرحلة ترقيم أرقام كردستان رح تبدي مرحلة ترقيم إن شاء الله زين أرقام الدراجات وهذا أمر مهم جدا لكن إحنا دا نشاهد الدراجات تزدي فإحنا نريد حل صح هو أنا نتكلمت قالوا إلا موافقة مجلس النواب عن طريق الإعلام يعني إحنا الإعلام هو جزء مهم الإعلام هو يثبت الدولة والإعلام هو يسقط الدولة طيب ما شي بالعدنة فإحنا عن طريق الإعلام وساد المسؤولين بالحكومة العراقية يعني إذا رفعت القانون إلغاء الموديلات بس وقتا بالمنافس المنافس من تحولة الأرقام ما حثبتوا عن الموديلات التسعينات ستينات مارينات زودنا أرقام صح لنا طيب أسوأة بها ذني وأعلن قرار خلال 3 أكتشور أي دراجة تسير في الشارع تصادر هذن يعني هي مرسمية حتى وإن بدينا من ساعات معينة وموديلات معينة وفئات معينة وبعدين نعمم يعني أنت تدري إحنا سعدنا معضلة شبيرة أنا مفروض عندي دراجيين يطرعون من بغداء إلى البصرة من بصرة إلى الكويت من كويت للسعودية من السعودية باتجاه الإمارات يوصلون بسبب الترقيم لأن الدراجات اللي عندنا هي ما تحت الموديل بسبب الترقيم ما لك حق تتعبر الحدود طيب زين أنت من حطب غير دولة دولة ثانية مقابلة كنت قلت لك أريد أرقام عندك تريد لوحة أكيد تريد لوحة زين حططيك صفة الترانزيت وعني ليش أنطي الفائدة فقط للالتحات ليش ما أعملها على الفائدة كل الشعب بقليم كردستان ترقيم كل الموديلات الدراجات أي دراجة تترقم خلال طبق هذا المشروع في بغداد وعممع المحافظات وهي مشروع استثمار زين السيطرة على هذا الموضوع صعب جدا أهم تحدثنا بالكواليس عن الأعداد الهائلة اللي تدخل وبطرق عجيبة أستاذ عجيب أطير مهلة للتشور اللي يجي يريد يسوي لأرقام دراجة أنه بنيسان المسلمسكات يتعهد أنه هذه دراجة ممسروقة عن طريق المحلات يعني أنت إذا صدرت قرار باشر منع تجواله من يقدر يطلع وحمي يطلع صح؟ أمم أنا أيضا أطي مجاة ثلاثة شهر وراء ثلاثة شهر أي دراجة تتسير بالشارع بدون لرحات الصادر بدون استثناء لا منتسب في الدولة ولا لعب منتخب حتى لعب المنتخب الوطني أنا من منبركم حتى لو كان لعب منتخب وطني عنده باج عنده كتاب رسمي بالدراجة وبرقم المنفيس ما تخدت الصادر خدت الصادر نطبق القانون نزرع الثقافة نغير بوضعية البدء نحن داخلين في 2017 يعني وقدمنا أيام معدودة ندخل في 2017 نحتاج فعلا نحتاج لثقافة وإذا نشير العراق رح يوقع اتفاقية يعني مع جميع الدول للعالم إن شاء الله في ناحية زرع الثقافة الدراجات يعني يعني الكحاد العراقي صار ملزم بزرع ثقافة الدراجات هل اعتراف الرسمي متى سيصل خليني أسأل الحمد لله شكر أنا ترى عندنا دعوة كانت يوم 27 بسبب الفيزة 20 قلت صارت تأخر عندنا يعني من الاتحاد الدولي من سويسرا يجبت لنا الدعوة كانت المؤتمر في ألمانيا أهمينا على أساس أكو تكرمة للعراق إنه بساطفة الأوقات يعني كل الصعبة علينا وثاني شي التهينا بالوفد اللي يدي يسافر لأنه طلعت راحنا نمسو زين الوفد للإمارات العربية الشقيقة إنه ما رحنا يعني أنا ما رح كممثل للوفد العراقي أول شي أعطيت مجال للعب الدراج الدراج من يروح ويجي بالخبرة بس رئيس الوفد ترى ما يجي بالخبرة وهذا تفكير صحيح رئيس الوفد رح يضل بالفنادق وبالدعوات وبالسعارات وكاعدات البروتوكولية المعهودة بس أنا نلاعب الدراج عندما يروح رح يستقبل الخبرة رح يستقبل القوانين المهمة يعني الفقرات مهمة يعني والدليل على ذلك الحمد لله أفريق للعراقي من شارك أنه يطلع من دبي للفجرة من الفجرة لأبهى من أبهى بدون استراحة يعني هذا تعجبه على الدول العربية ساد رائد خليني أسأل كابتن سامي أنت شاركت في دبي في السباق اللي جرى هناك الفجرة أو في دبي في دبي سبع أمارات سبع أمارات نعم استقبال الأشقاء كيف كان لكم بالله يعني أتوقع الشيخ جرى رفع العلم بيد العلم العراقي والأشقاء يعني ما قصروا وكابتن المنتخب الإماراتي الكابتن سعود نحن رحنا طبعا نأجر دراجات نعم الدراجة إيجارها 225 دولار نعم هذه لقطات نحن هذا شيخ هذا شيخ سهيل نعم سعد شيخ سهيل اللي هو بالفجرة يعني يستقبل وابد العراقي بنفسه نحن نجد التحية احتفالية احتفالية خاصة من أجي العراقي يعني دعا 51 دولة لعدد حدود ألف دراج اللي كانوا ومشاركين تحية الله وإحنا نشكره حقيقة هذا عد عشمنا بأخوتنا حقيقة العرب يعني قالوا العراق فرع عراقنا احنا كنا خوان حلوة يعني كرمنا الرجل بالمزرعة عمالته بطانة هاي الدراجة وهذا البرج برج الخليفة وعلى المنصة استلمنا بحسن قيادة تقريبا بالواحد وخمسين دولة تكرمنا الوحيدة الدولة الوحيدة تكرمت العراس للدرع وستلمنا الشهادة خليني أشوف الشهادة هذه الشهادة هذه الشهادة اللي حصلتوها المشاركة في دولة الإمارات في دولة الإمارات أيضا هذه أول مشاركة خارجية أول مشاركة خارجية ما شاء الله يعني عيني بارد عليكم الاتحاد يتأسس في 2016 وقبل هذه سنة يطلع ومشاركة هذا إنجاز بها الحمد لله شكرا والدرع الدولة الوحيدة اللي استلمى الدرع بين الواحد وخمسين دولة هو العراق والرفع العلم العراقي أتمنى سيد المخرج يقرب الصورة هذه أحد الشهادات في أول مشاركة خارجية لإتحاد الدراجات العراقي نتمنى لكم كله توفيق حقيقة وهذا الهدف الأكبر أنه نبني أواصر فقه وعلاقات طيبة مع أشقائنا العرب ونخلق ما تحدثنا عنه رياضة وثقافة في ذات الوقت مشاركة الأخرى اللي أريد أسألك عليها ساد رائد مشاركة الأخرى اللي صارت معرف بغداد في الدورة الأخيرة دورة 43 يعني حقيقة شي مفرح اللي يدخل دائما يشوفكم بالواجه نعم رياضة دراجات بالواجهة تعتبر أول مشاركة لللجنة الأولوبية الوطنية العراقية في معرفة بغداد الدورة يعني نعم البحر أن تشت ندا تكلم الكابتن رائد حمودي للعلم انطلاع هو الرجل يعني بعد وصول الوفد للفريق العراقي بمدة 24 ساعة التقى بينا رأسا وأمانة الرجل جدا هذي لقطات من استعراضات كل نعم 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 دراجتك اللونها الأبيض كابتن سامي نعم حلو يعني مني جميل أنه هاي سعار الدراجات للعلم بطلع سعارها من كل 25 ألف دولار إلى 30 ألف دولار وها مزودة رقام يعني يعني هذي سعر سيارة جديدة سعر سيارة هي يعني بس يعني يعني مأساة يعني أرجع لي كلامك تحدثت مع سيد مدير مرور العام عن هذا الموضوع لو عامر ايه تحدثنا وعدك خير وعدنا خير وحتى الدليل على ذلك أنه مديرية مرور العامة على أساس أنه إن شاء الله لأن الرجل قال أريد من عدكم شخص أنه ذات خبرة ميكانيكس على متحط يكون وئية لجنة المديرية مرور عامة لأن كودة المستخدمة من قبل المنتخب يعرف حسب ما أعرف تستخدم في بلدان كثيرة هاي نوع الدراجة الكوندا جولدن قال عند الشرطة والشرطة المرور نعم قال شفتها في إمارات وشفتها في قطر شاهدتها من قبل المديرية المرور العامة هناك يستخدموها دراجة 6 سلندر محرك 1880 سيارة سيارة بإطارين محرك 1880 حاليا سنزة الألفين يعني سنزة المحرك الألفين يعني يعني شيء بعد اللي بي بيها الـ AirBug يعني AirBug بديش بنا مخلينا الله ما تحدث بعد إيجادتي تحدثنا يمكن مرة على موضوعة الخوذة وارتداء الخوذة سمعنا أنه موديلات جديدة من الخوذة يكون منضمنها الـ AirBug نظام حماية للرأس والرقب وحتى البدلة البدلة نزة تسعى حاليا بدلة AirBug أيضا موجودة نزة تبدي الدعايات حاليا قامت انتشر هذه البدلة بس حاليا مداخل حاليا غاليا بعض الشيء طبعا هو كودين إنتاج جديد يعني هي ديت حمية نحن شفناك فيديو عشرت عزرنا سيد رائد بس كابتن سامي اللي يسعى الدراجة سعرها 25000 دولار 30 دولار يمكن مو كبير عليها إذا يشتري لها بدلة أو خوذة الخوذة الجديدة اللي سماعت عنها سعرها 1000 دولار 1600 دولار هذه توفر لحماية أكثر بها جي بي اس و بها كاميرات خلفية بساني دراجت بعدنا القديمة بعدك على خلف الدول العالم أصدتك مرحلة لأنه لماذا الدراجة من يقود ينظر على الشاشة الأمامية هو الشاشة نسليتة من ضن الخوذة تكون يعني في هذه المنطقة تقريبا على ما أعتقد الزجاجة الأمامية هي خريطة جي بي اس وأيضا تطيق 180 درجة للأمام 180 للقلف يعني دراج يقود للأمام لكن هو يشاهد 360 درجة على مدلش لأن احتمال سيارة مسرعة أو شي مسرعة فإنت إذا ملت يمين أو يسار أنتشاهدت قبل الميلات أكثر حوادث نشوفه عند الميلات وبالتالي نتجنب قدر كبير من الحوادث دول العالم تفكر عبر مرحلة الثقافة بس تزرع ثقافة سيفتي إذا أنت ما تحافظ على روح ثقافة وأمان وأمان أكثر اعتمادية أكثر البشر مهم الروح وحدة وليس ثلين نعم خليني أرجع لي أجواء دورة معرض بغدادي اللي شاركتوا به حقيقة ما لفت انتباهي أنه أنت أقمت حتى دعم لقوات من أمنية والحجر الشعبي والعشائر يعني الآن يأخذون أشرف أشرف حرب لتحرير أرضنا المقدسة وطلعنا الأول أيضا باعتبارنا الجناح المميز بالعدد الزوار ومن ناحية المساحة أيضا يعني الحمد لله شكر وحصلنا على الدرع الممتاز هذه أحد جواز نعم أيضا أيضا هذه الشهادة هذه الشهادة تقديرية شهادة تقديرية نعم هذه طبعا الشهادة تقديرية أيضا إحدى الشهادات اللي يعني حصلها حصلها الاتحاد في الدورة الأخيرة لمعرض بغداد الدولي بالتوفيق طبعا إن شاء الله إن شاء الله لدينا مشاركة أخرى إذا الله سهل يعني يعني باحتكم ذاتك أكلم يا إخوانا في السلطنة عمان نعم على المو العام القادم يوم واحد واحد يحتم طلق المهرجان والجد الباحة عندي وصلت للليبل أيضا مع المشاركات جميع الدول الخليج من مدة سنة 2017 التي ستحدث في جدة إن شاء الله إن شاء الله نحاول مشاركة مع جدة على ما نستعد مشاركة رالي الحائل الصحراوي هذه أول خطوة أن أعتبرها حقيقية لكم كابتحاد هذه يمكن نقول عليها الخطوات التحضيرية هذا رالي معترف في دولي نعم لدينا صحراء لدينا صحراء الأنبار نعم والسماوة ودينا صحراء نجف طيب أسوة برالي الصحراء الحائل رح نستقدر الخبرة من هناك بالأداء أدي القانون يعني مشكور الاتحاد الدولي أرسل لي القانون عن طريق الأستاذ علي داغر ورئيس الاتحاد غرب عسيا ورئيس الاتحاد اللبناني أيضا يعني متواصل يعني بين يوم ويوم كل يومين نتخابر أرسل لنا القانون رالي الصحراوي ممتاز بالكامل 8 يوم 40 وعدنا أراضي أيضا وعدنا أراضي فالرجل قال استعدوا من الآن تعرفون القانون حتى من الشاركون أنتم عارفين دس أحنا منحن نشارك رح نسوي كوفي بيس نجيبه للأراضي طيب خليني أرجع لمشاركتكم في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإن شاء الله سيدة المخرجي حضرنا بعض اللقطات لمشاركتكم في هذا الرالي اللي كان في سبع إمارات هذا الرالي هل ممكن أن نسوي إنجاز التعبير كما قلت كوفي بيست فالشيء شبيه إلا بالعراق أو بنسبة أقل أو بي والله أنا إن شاء الله هذه لقطات مني التي تحدثنا عليهم هذه التجمع تجمع الدراجين قبل الانطلاق هذا الفريق الأول فريق يأتي يتهيئون حتى يصير هناك استضافة شرح خريطة كاملة شون حصير الانطلاقية وين توصل مكان الاستراحة وين حصير عندك وإننا العراقين الحمد لله ما شاء الله يعني بس يتوقف أغراض الغداء وراها يمطلق يعني هما لا يأخذون ريستات هواي في العراقية السباق الواحد إش قد يستغرق عندكم كم ساعة يعني هو عندك من الطلاقية الأولى طلقت 120 كيلو من دبي 130 كيلو من دبي الراس الخيمة الراس الخيمة وتغدوا كمدوا وانطلقوا مرت يلاق بعدين من الراس الخيمة إلى الفجيرة إلى الفجيرة ثم بعدين الباقي المحافظات مسافاتي عميست بالقصيرة أي الأرديني ساعة 2600 كيلو متر إلى أن نوصل إلى أن نوصل إلى أن نوصل قطع الأراضي السعودية باتجاه الإمارة باتجاه 2600 كيلو متر ويمكن نحن دراجات بدمنا الحب يجري وأنا اليوم راح أوصل حب بشخص يحتاج كل قطرة دم شاركوني ببادرة آسيا سيل وتبرعوا بالدم الكل ماحتاج وصل الحب ويبسها آسيا سيل تجمعنا سوء رقم أطلنتوا أيضاً نعم نحن إن شاء الله خطوة القادمة إذا الله سهل أنا حاول أن نلتقي وإخواننا في اتحادات العربية أن نسوي فيزا خاصة للعضاء المنتخب الوطني أنه كست وشرين حاول تتجدد هالفيزا على متحدة دخول الدراجين عن طريق العراق كويت إمارات بحرين سلطنة عمان حتى الصرع لدينا مشاركة فعلية دائماً نحن غايتنا سحالياً أنه أدافكر إذا الله سهل قامت مهرجان نوروز الدولي كيف ستتم توجيه الدعاوة؟ هل وعدتهم من الدول الإقليبية المجاورة خاصة دول عربية شقيقة؟ كلهم قرحبوا أن يحضرون للعراق فبقت أدنا الترتيبات إن شاء الله أنا إن شاء الله هالشهر أروح لإقليم كردستان لأننا عدنا أربعا دية مؤسسة في إقليم كردستان ممتاز أربعا دية وبطولة الأخيرة اللي بطولة الأمل صارت آخر يوم معرض بغداد دولي حضر بها السيد بسامي حسيني ممثل عن رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء أيضاً بالشؤال التنسيق والمتابعة وحضر بها مدير المكتب وفتش عام وزير الصحة ممثل عن الوزارة الصحة وأيضاً حضر بها مدير عام معرض بغداد دولي وهو مثلاً وزير التجارة فشاهدوا البطولة وشاهدوا الترتيب وشاهدوا الفرق بها فإحنا عدنا عمل بها هذا النظام ماتنا ردنا أخذها لنستقطابها أول استقطاب في إقليم كردستان اختارين شهر نوروز أول شيء سيكون شهر كامل في عطلة واحتفالات بلقة المخطط مالتنا سنرتب الأمور الفنادق مع الفنادق الترتيب طريقة الاحتضان اللاعبين طريقة توفير دراجات تدري حالي أن الأكثر دول العربية ترغب أنه مجيه عن طريق الكويت والدخول للعراق من جنوب العراق وصولاً إلى الشمال للشمال العراق تدري حالي عندنا مناطق بها معارك مع معارك فإحنا شفح نسوي لهم توفير دراجات هناك نوفر لهم تبدي مشاركتهم ترفع العلام هذه الانطلاقية الأولى رح تصير هناك إن شاء الله ما بعده على موسم الربيع إن شاء الله رح يصير عندنا بطولة أمردي احتفالاً بمناسبة تحرير أمردي رح نسوي بطولة أمردي أيضاً تكون منطقة صحراوية مكشوفة هي المنطقة هناك أيضاً هضبة يعني هضبة تنجح بها البطولات إحنا نريد نزرع الثقافة في كل مناطق إذا كانت مدينة محافظة قصة أو قباء أو قرية أزرع الثقافة إذا ما أتنقل من الشمال إلى الجنوب مرحباً قبل أن الأشهر الماضية متذكر يحتوي来 في الكثير من المحافظات في العاصمة بغداد في محافظة النجف الأشرف في أقليم كردستان حسب ما يعطاني أخضار المراسل تقص rainfall من أجل مشاركة مع الإمارات سLD اطلاقية من بغداد إلى ب البابل ثم العودة في ناس الدجوم طيب طلع الفريق كلنا سوونا هناك استعراض وأيضاً لاسعاف سونا تقص Islands طريق الدولي صار لدينا التجربة الثانية هو دريد انضاعف القوة طيب من ضاعفنا القوى السواء انطلاقية بغداد نجف كربلة عودة بغداد كبرنا المسافة عرفنا الدراجي مرخصة استاذ رائد هذا الطريق اللي سويناه تموز بص يزا موز بص يزا موز على موضة الأجواء اللي موجودة حتى تحاكي الأجواء حتى نحاكي الأجواء الخليج حتى نحاكي الأجواء الخليج تموز ننبس الخوذة تنزحها نحن نرغاق كل شيء نحن لازم اللاعب تدربة أسس الأكاديمية نحن من قاعدنا ونجدس لجنة الخبراء نجدس مناقشة أكاديمية وليس مناقشة فقط رياضية لأن الرياضي معتمد شنوه أكاديمي هو الأكاديمي مقسم إلى بايوميكانيك والفلسلجة والتشريح استاذ رائد يعني هذه البطولات اللي تقام واللي تحدثنا في الحلقة اللي كنت ضيف فيها الحلقة الأخيرة اللي كنت فيها عندنا ضيف تحدثنا عن موضوعة الاستثمار وهو أمر مهم جدا في رياضة الدراجات وهو الممول الأساس يعني رياضتكم تستهلك شيء من خزينة الدولة تختلف عن باقي الرياضات أو تختلف عن الكثير من الرياضات التي تستهلك من خزينة الدولة حالياً أكو واي عندك مشاريع لتقيمة الدولة تنصرف أوكي أطيق قرط بس مدى ترجع تزديد احنا رياضتنا لا احنا نحاول نناقش بأنه يصير قرط في حالة ردناها المشروع فقط عراقي بس أنا عندي اتصلوا عليه من ألمانيا حالياً أكو وفد موجود باقليم كردستان يريد ينشأ حلبة العراق في أقليم كردستان يسموها حلبة أقليم كردستان الدولية أيضاً وفروا حلبة بمواصفات عالمية مثل ما نسمع حلبة سي بانك في ماليزيا لو سيل في قطر أبو ظبي الرجل أنا اتكلمت وياها تفين وقال أني باقي في الأقليم لمدة عشرين يوم إن شاء الله فأريد من عندك أنه توضح لي كافة التفاصيل لإقامة هذا الحلبة احنا غاية نية إذا صار عندي واحدة في القليم الثاني سنصير في بغدار الثالثة إن شاء الله سنصير في مناطق الجنوبية أو الفرات الأوسط أعدنا سادة عزيزة أبسط شيء عندك في الكوت مدرج كامل مع المطار متروك ممكن استثماره أول شيء أنت رح تستقطار للشباب الاثنين سنصير عندك نظام بعد التذاكر ثلاثة خليت هذا الشاب يلتي في مجال رياضي أحسن ما يروح مجال مخدرات أحسن ما يروح مجال الإرهاب والإرهابي أنت شفت في اليوم إرهابي استقطب كبار بالعمر ستين سنة 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 هذا واعي هذا واعي بس الشاب عندنا أحسن ما يروح يذب فلوسك كله بالكفو شوب استقطب رياضة يدمر صحته بالنرقيلة طعا أنا لا استقطب كرياضة أول شيء هي دعم للشباب دعم لرياضتنا وهذه الرياضة التي سيصبح بها التذاكر ستنعد عائدات وأنا تأمن للمنتخب المنتخب هو عن طريق يقوم يسافر ويبتحر مواكبه ويدوه للعالم نحن هاي غايتنا يعني أنت من باوع حلبة قطر من طلع أرباح 92 مليون دولار رقم جيد جيد إلى حد كبير جدا طيب أستاذ رائد طبعا أنت عندك كثير سمح لي أقاطعك لدي أسئلة كثيرة سمعت أنه عدنا هنا في بغداد تحديدا في بغداد يمكن أيضا في باقي المحافظات العزيزة أكو عدنا شباب يصنعون يصنع أي يصنع حتى سيارة نزلنا الآن بعد مهرجان معرض بغداد الدولي جلسنا باجتماع أنا والأخوان الأعضاء وياي الساد قتيب الناب رئيس الاستحاد أيضا فتناقشنا بموضوع أنه ريد نسوي في مرحلة قادمة وصار اتفاق مبدئي مع سيد مدير عام معرض بغداد الدولي أنه نسوي باكشو نحن هي بيعد بيها تكملة بس وقفناها يعني هكو بيها تكملة أنه راح نفاجئ راح ندعي بها الشركات راح ندعي بها حتى الماركات الزيوت والشركات البوليش كلها راح ندعي باكشو لمدة أسبوع هاي الباكشو شقوا شاب عندنا عندها دراجة كلاسيكية اللي يزود بها أدخله يدخل بالنظام بايكشو بس هذا شنو قرار الاتحاد أنه ما لا حق يفتر بها بالدراجة بالشوارع يعني يعني يقتصر استخدامها على هذه المناسبات فقط على المناسبة سيادة لواء عامر جلسنا وتناقشنا بها كان يقول أكو بيهم يستغلون اسم الاتحاد ويفترون بالشوارع ومجاميع مجامية قلت لا أكو شكال عندنا احنا عندنا ضوابط عندنا هذا النظام الباكشو الجديد راح يصدر بشعارنا شعار الاتحاد الدولي شعار مدرية المرورة عامة غير هذا الباكشو احنا ما ندخل به ليش؟ لاني حلتزم بلايحة الاتحاد الدولي طيب اوكي؟ وثاني شيء أضبط الأمنية ماتين يعني أنا باتش العقبة مثلا عشر خمسة عشر واحد يطلع بالشارع خرقاً يصير صح الو لا؟ اوكي إذا هذا اللي يريد يطلع للشارع ويريد يأسس له فريق تعال تحت ضالة الاتحاد جب مستمسكاتك تدخل عندي أعرف السي بي ماتك ومن تطلع من نقطة الصفر إلى نقطة الياء وعودة إلى الصفر لازم أنا أعرف بشي تسوي صح الو لا؟ على اعتبار أنت عائد إلي ومحسوب عني صح الو لا؟ احنا نريد منصر عشوائيين كد منظمين في كل شيء؟ في الدول القليجة يكون منتقابات وطنية وأكد فرق طيب بس الفرق ما لحق تصير من المنطقة إلى منطقة إذا متى أقض موافقة الاتحاد يعني الباحة أنا تشاهد يعني غطاء القانوني من الاتحاد المعني باللعبة اه يعني أنا باحة شاهدت اجتماعك وكان يعني في المملكة العربية السعودية أنه الدراجات تكون جسر ممنوع عليه عبرون نعم فيريدون يساون بها موافقة فقط لتابع للفرق الاتحاد تعبر هذا الجسر كلها تعرفت جسر ملك فهد اللي هو ما بين الإمارات وما بين المملكة العربية السعودية نعم ضوابط أستاذ احنا نش منسير بالضوابط نش نضلاني في القائد وخلاص لا القائد أكو أعلى من عند القاد أنا قاد على موقعي بس الكو قاد اللي هو رئيس النجوم فيه وكو قاد على رئيس الدولة صح الأولى فالاحترام مواجب والاحترام مواجب والقانون واجب على الكل نحن نعود دائما لنقطة اللي بدين بها نؤسس مع الرياضة ثقافة السؤال كابتن سامي أول مشاركة بالإمارات انطباعك الأول عنها شون حسيتها والله هي هي دخوليتها حسستنا بالأمل دخوليتها بداخل المطار أول ما تلقان أبو الكامنتر يعني هدان العلم اليماراتي من سمع بنا نحن المنتخب جايين أول هدية إنه العلم اليماراتي ثانين نتوجهنا لأجر الدراجات لأننا شركات عتم هناك يأجرون الدراجات لأن الدراجات نتعرف أنت ما تطلع نعم رح نري الشركة ثاني شي يعني تلقينا اللي هو كابتن المنتخب اليماراتي كابتن سعود نعم خبرنا تليفونيا قال أنتم تأجرون العراقين نعم يا بلياش قال أنتم تأجرون أنتم ترجعون تستلمون دراجات من انتخب فالحمد لله وشكر نستلمون دراجات ووفرون دراجة والدراجة الثانية ووفرونناها من الكويت الكويت الشقي طبعا ننجح التحية للأشقال الإماراتيين والكابتن سعود كابتن سعود أبو عزوز وأيضا للأخوة الكويتين عبد العزيز هي دراجة اللي استخدمناها الثانية كابتن عبد العزيز من الكويت نعم نعم سمعت أن أهدوكم دراجة هارلي دراجة الثانية هي استخدامها 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 سعرها 75 ألف دولار 75 ألف دولار سعر وأعطاكم فيها طيلة فترة السباق نعم لماذا هو شيء؟ لماذا قلت لك مستقبلا من أأسس حلبة هنا يصير مستثمار من رخصة أستاذ رائب رفعوا بها العلم العراقي نفسي تلك الكويت نزل العلم لكويت وصعد العلم العراقي نحن طبعا نوجه للتحية بسمكم وبسمك هذا البرنامج نعم أستاذ رائب فضل نحن مستقبل من يصير عندك الحلبة أول شيء نظام الاستثمار في هذا النظام الاستثمار هناك نظام تأمين على الحياة يعني أنا اتصلت بمعرض بغضاء الدولي يعني أنا دز من هنا عتبي على الشركة العامة التأمين على الحياة أنه ما متواجدة كانت هناك شركات أخرى متواجدة لتأمين على الحياة فقعدنا جلسنا اليوم صار النقاش أنه اللاعب الدراجي نأمن عليه بمبلغ 10 ألف دولار مبلغ قصة سنة وتبطي 350 دولار تبطي على الدراج حفاظ على إصابة ماتة وأيضا للدراجة بمبلغ 20 ألف دولار ونأمن على الدراجة في حالة أنا إذا أصار عندي حالة ذا أي دراجة أي فريق وفد يجيلي ما عنده دراجات أنا أمنه أمنه واستفاد من عنده يعني التمويل تشغيله هذا موضوع مهم أستاذ رايد موضوعة الاستثمار بالرياضة عدنا بالعراق تعاني بالمشاكل كثيرة أنتوا حسبتوا حسابكم أنه كيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع دائما تصطدم كل رياضاتنا بلا استثمار بموضوعة الاستثمار يعني خير مثال نطرق من كلان حتى كرة القدم رياضة الشعبية الأولى أيضا تعاني في موضوعة الاستثمار أوكي ما إحنا ببع أستاذ عدس احنا رياضتنا تتعاملوا في الماركتنج يعني مثلا هوندا سازوكي أنا اليوم عندي لقاء بالسفير الياباني في مناسبة بعدهم فدعوانا وهم يعني يعجون فكرة إن شاء الله أنه يسويون دعم خاص للااتحاد العراقي الدراجات المالية احتمال معسكر تدريبي في يابان يعني من قبل شركة هوندا لأنهم احنا شاركنا باحتفالية المناسبة اليوم الوطني الياباني نعم الاتحاد العراقي شارك بيه ودخلنا أيضا لجناح الياباني بالدراجات مالتنا حضور السفير ووزير التجارة ومدير عام المعارض بغداد وولية ففرحوا جيد يعني كل شيء قالوا وقالوا شون نوعية دراجاتكم قلت لعني دراجاتنا كلها ياباني فتتدري مرات الإنسان يقولك من عندي تخلى سعبا صعبا فهم فرحوا ومنشاقوا ونحن نقود دراجات يابانية فدعونا اليوم عندي لقاء وياسفيرة إن شاء الله في مناسبة احتفالية يوم الوطني الياباني لا اليوم الاحتفالية أضم اليوم الامبراطورية نعم فمدعو المنتخب العراقي بلها المشاركة وأيضا إن شاء الله سيكون بادرة خير ومفتاحها وكذلك قاعدنا نحاول نسمع عسكر تدريبي نحاول في أمريكا عندنا زينا إيميل ألهم انتصال أنا متحدة نسمع عسكر تدريبي للمنتخب الوطني في أمريكا من الأمن يريد أن نأخذه ثقافة con أشعوب نأخذ ثقافة الرياضة أسرعها هنا ثقافة التحديد prick ثقافة إنسانية من هذه الرئياضة تحديدا ثقافة إنسانية نحن عدنا النظام الإنسانية بس ناقصة أنه شو نقول الربش تقنينة توظيفة أيضا تقنينة و توظيفة أحنا رائدنا نجيب العمل لأنه ذوي سباقين قبلنا صار لهم سنين نعم نحن جديدة علينا سح نقول دراجة أنت نقول دراجة أنا أقول دراجة غيرك أقول دراجة أنت نقول سيارة وأنا نقول سيارة بس هل عدنا الموانب كافة القوانين هذا الموضوع اللي دائما دائما ما يطرق وتحدث عنه أقرب مشاركة خارجية ستكون في مطلع العامل المقبل إن شاء الله يوم واحد في سلطنة عمان بعدها في مشاركة في جدة أي رالي اسمه رالي رالي السلطنة هذا الرالي أول مرة يقام لا مقيم نسخة يقيم كل سنة عندهم لكن العراق سيرفع العلم وهذه أول مشاركة أنك عراق في السلطنة عمان سعدني جدا في الدول العربية والأجنبية بدلة العراقية دراجة يقودها كلها صارت نجمات بشعرات دولهم يعني السلطنة البحرين الكويت المملكة العربية السعودية مغرب بحث أكون واحدة من الباجات أيضا كل الإعلام الدول العربية هدوها للمنتخب العراقي يعني هايف رحنا يعني يوم حتى كابتن سامي يقول لي يعني ما حسيت أنه غريب وكأنه إذا حسني ابن العراق وهي العراقيين يعني أنت فرحة ماتك يعني هاية هي مبادرة كلش حلوة يعني إحنا أستاذ رائد وكابتن سامي كان بودنا يعني نطول أكثر حقيقة لكن الوقت نقضى بسرعة الحديث جميل قبل أن نختم حلقة أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله يعني أصدفكم هنا مرات جديدة وأنتم يعني قد شاركتم في راليات أكثر جميلة نتائج أكثر وإن شاء الله يعني أكون أول الناس اللي تعلمني بإعتماد الرسمي لاتحادكم إن شاء الله نحن مهم المشاركة أكثر لعبات رياضية تشارك بس بدون نتيجة نحن غايتنا أن مشاركتنا تكون مثمرة نعم في كل مشاركة تسحب من عدها غاية المشاركة نسبة 10% أو 20% تجيب البلدك رح تصل بعد فتة 5 سنوات أو 6 سنوات أنت أسوة بهذه البلدان إن شاء الله إن شاء الله بتوفيق سادرات بتوفير كابتس تسامي شكراً لكم وإن شاء الله تسجونا ضيوف في حلقات مقبلة إن شاء الله شكراً وموصول لكم مشاهدي الكرام الآن أراكم في حلقة مقبلة إلى اللقاء